دامنا بوحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه كما أكد اجتماعنا اليوم الدعم الكامل لدور الاتحاد الإفريقي في مساندة السودان على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة المهمة من تاريخه كما توفقنا على أن هناك حاجة عاجلة لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان استنادا إلى سرعة استعادة النظام الدستوري من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيين أنفسهم بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل وترسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز تنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة بمساندة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي كما استمعنا إلى أحاطة وافية من السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول زيارته الأخيرة إلى السودان ومتابعته للإجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال المرحلة الانتقالية وتوافقنا على الحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات كما أكدنا أهمية قيام رئيس مفوضية الاتحاد بمواصلة الحوار مع جميع الأطراف السودانية وطالبنا السلطات السودانية بمواصلة إنخراطهم البناء مع الاتحاد الإفريقي ومفوضيته وتوافقنا أيضا على حس المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها وكذلك أهمية التخفيف العاجل لديونه وأكد المشاركون كذلك حرصهم على دعم جهود السودان في تأمين حدوده ومكافحة ومنع أي أنشطة غير شرعية عابرة للحدود بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر التي من شأنها زعزعت أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة بأسرها كما وجهنا مزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات وشكرا أصحاب الفخامة والسعادة أساد الحضور أجدد شكري لكم وتقديري لإسهام دولكم في دعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخي الحديث وأكد أهمية مواصلة التشاور والعمل على تنفيذ ما توفقنا عليه اليوم والسمر دعمنا لاستقرار السودان وأدى أن أعرب لكم عن امتناني وتقديري لمشاركتكم في هذا الاجتماع وأتمنى لكم جميعا كل التوفيق والسداد وشكرا لكم وأعلن نهاية الاجتماع شكرا جزيلا شكرا